الحمد لله الذين جعلوا الصلاة والجماعة من عظمها عياد الإسلام والجماعة بين الجماعة الكفارة لما بينهما والحيادة الثلاثة عيام واليدي حق الفقراء والمساكين لدي حج بيت الله الحرام وإنشاء الله إلى الله وحده ونا شريكنا وأن محمد أبدو له السفاء ولك فتحك على الصلاة والصلاة والسلام على سيد المنصرين وإمام التقيم وقائل مولي المحجرين وعلى آله وصحابته وعلى التعبير بالإرسال إلى يوم الدين أما بعضنا ويا إيونا سلطة الله حق التقوى وراقبوه وعطبت من يعلم أنه وتعالى يسمى ويراه واعلموا إن كان حديد كتاب الله وكان غدا غدا محمد وشعر المهن محدداتها وكل بضعة ضلالة وكل ضلالة فينا وقد قال تعالى أبدا وعطبه وعطبه وقال وكذلك هم معنى وعطبك فتحك والخطبه وعطبه 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 ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة